في التقرير الآن سنشاهد تقرير عن وادي محرم والجهود حقيقة التي تبدل في هذا الميقات ثم نعود إليكم يا أخوة لبيك يا أحمل للحميل لبيك يا أهواء والشوق دوما في اتساء لبيك يا أهواء بمكانه المرتفع وبمحاذاته ميقات السيل الكبير يقع ميقات وادي محرم أو محرم كما يسمى أيضا على امتداد طريق الهدى المؤدي إلى مكة المكرمة الميقات خصص له مركز توجيهي وعدد من الدعاة والمشايخ المتواجدين على مدار الساعة غالبا ما يثير ميقات وادي محرم تساؤلات قاصدي طريق الهدى السياحي من حجاج بيت الله الحرام الراغبين في عبور الطريق الجبلي الميقات لمن مر عليه قادما يريد الحج أو الأمره لمن مر عليه من أهله أو من غير أهله لقول النبي صلى الله عليه وسلم هي لأهلها ولمن أتى عليها من غير أهلها لمن أراد الحج أو الأمره هذا الميقات هو ميقات وادي محرم وهو ليس مما وقته النبي عليه الصلاة والسلام أو الخلفاء الراشدين بعده لكنه محادات ميقات قرن المنازل السيل وهو يقع على نفس الوادي أو الباطن الذي يقع فيه قرن المنازل فحكم حكم ميقات قرن المنازل الميقات الذي تمر به المركبات الصغيرة دون غيرها يبعد عن المسجد الحرام عبر الطريق الجبلي مسافة 76 كيلو متر فيما يبعد عن وسط مدينة الطايف مسافة لا تتجاوز العشرة كيلو مترات حيث تم بناء الميقات ومرافقه على مساحة تتجاوز الـ 2500 متر مربع لاستقبال ضيوف الرحمن الميقات بهم مؤسسات صيانة ونظافة لجميع التجهيزات والمسجد التسع لحوالي 1800 مصلي تقريبا مصلي الرجال والنساء تقريبا 500 مصلي ووجد عدد من دورات المياه والمواضي عدد دورات المياه للرجال تقريبا 100 دورات المياه ميقات وادي محرم الذي يستقبل الآلاف من ضيوف الرحمن طوال العام كغيره من المواقيت يستعد لموسم الحج بتوفير الخدمات اللازمة لضيوف الرحمن كما يتضمن الميقات مركزا صحيا بكامل تجهيزاته الطبية بالإضافة إلى مركز دعوي يقوم بتوزيع المطويات والكتيبات الدينية وقد استحدثت الجهات الأمنية بالطايف نقطة فرز على مخرج الميقات وهو ما تشهده كذلك نقطة الفرز الرئيسية بمركز الهدى لمنع المخالفين لأنظمة الحج وناقليهم من العبور إلى مكة المكرمة مواقيت مكانية يحرم عندها من قصد البيت حاجا أو معتمر تستعد جميعها لاستقبال الآلاف من حجاج بيت الله الحرام والتي تتفاوت فيها أعداد الحجيج إذ من الصعب وصول الحافلات إلى هنا إلى ميقات وادي محرم لاستحالة سير هذه المركبات على الطريق الجبلي ووصولها للمشاعر المقدسة لقناة المجد الفضائية سلطان العصايمي الطايف